تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن جلالة الملك المعظم عودنا دائما على الوقوف مع الأشقاء في مختلف الظروف معربا سموه عن خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على مواقف جلالته الإنسانية تجاه الأشقاء مثمنا سموه الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء وأوضح سموه بأنه بناء على المبادرة الملكية الكريمة فقد تم تشكيل اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة من مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية والمهنية من أجل توحيد الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل بعد التأكد من كافة الاحتياجات الأساسية كما وجه سموه بتعين سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيسا تنفيذيا لهذه اللجنة من جانبه قال سعادة الدكتور مصطفى السيد أنه في ظل الظروف الأليمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى ضوء تكليف جلالة الملك المعظم وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد فإنه يجري العمل لعقد اجتماع اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة وعلى ضوء ذلك سيتم القيام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل الدعم ومسندة إخواننا الفلسطينيين في غزة انطلاقا من الموقف الثابت لمملكة البحرين من القضية الفلسطينية العادلة ترجمة نانسي قنقر